يا صباح الخير يعني معانا سيدات والسادة متابعينا ومشاهدي خناة الأهلي في كل مكان في العالم يا صباح الخيرات عليكم وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي حلقة نهاية الأسبوع والحلقة إن شاء الله النهاردة لن تخلوا من مجموعة من الأخبار الحلوة اللي اتطمننا على اللي جاي حنقولكم التفاصيل ضمن سياق الحلقة أكيد صباح الفل عليك يا نهوان مجهور مجهور يا كريم وصباح الفل وأخر الأسبوع خلاص عشر الصبح في الأهلي ومعانا أكيد مواضيع مهمة جدا ولجنة الحكام والجديد وكليتنبرج وإن اللي جاي وإن اللي حيحصل وملف في غاية الأهمية طبعا والأهلي والمصري وتاريخ المواجهات ومفروض المتوقع النهاردة سير المباراة عاملة إزاي الأجواء حتى دلوقتي للفريق بتاعنا عاملة إزاي حيكون معانا طبعا مراسلنا العزيز فاروق صلاح من مقر الإقامة يطلعنا على أحدث وأجدد دلوقتي المستجدات وإيه اللي بيحصل والكواليس وكل ما يهم حضراتكم أكيد أنتو تعرفوا عن الفريق الأول وإن شاء الله خير ولكن خليني أطمن حضراتكم أن التناغم ما بين الفريق الأول والفريق الشباب أكثر من رائع الأجواء هناك أكثر من رائعة مبارح كان فيه تقسيمة كل اللعيبة شاركوا فيها يعني اللي عايز تطمئكوا كمان على أرضية الملعب أرضية الملعب السادة الجيش بورج العرب حاجة أكثر من روعة يعني أشاد بيها يمكن سوارش في لقاءه الأخير وتكلب قد إيه الأرضية دي أكثر من رائعة فيه سيانة تمت يا كريم على الأرض فيه أجواء كتيرة وتفاصيل كتيرة أكيد هنطلع حضراتكم عليها على مدار الحلقة خليكم معنا بس خلينا ننوح عن الفقرات في الأول كالعادة في الجزء الثاني من حلقتنا بيكون دايما عندنا فقرتين حواريتين والنهاردة إن شاء الله أولى فقراتنا الحوارية حيشرفنا من خلالها كابتن إيهاب جلال حارس مرمى النادي لأهل السابق وأكيد عندنا ملفات كتير وتفاصيل كتير هندردش معاه بخصوصها والفقرة التانية هتكون مع الدكتورة دينا أبو السعود وأعتقد موضوع هيهم كتير جدا من حضراتكم خلونا ندخل في الموضوع مباشرة ونبتدي كلامنا بمباراة النهاردة أمام المصري الفرسعيدي على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مسائل إن شاء الله لازم نكون متفقين إننا الفترة دي عندنا أكتر من اتجاه ماشيين فيه والحقيقة برضو مجلس إدارة النادي عبر عنده بكل وضوحه وبكل الشفافية الأول هو تجهيز البديل الكفء اللي وارد جدا إنه يتحول من لاعب بديل إلى لاعب أساسي وده بالمناسبة اللي ظهر بشكل واضح جدا في مباراة الاتحاد السكندري اللي كسبنا فيها بثلاثية طبعا ظهور أكتر من لاعب شاب في ماتش الاتحاد ووارد جدا إن احنا نشوف الأمر ده بيتكرر مرة تانية في ماتش النهاردة إن شاء الله دي بالنسبة لكل الجماهير نقدر نقول إن هي بارقة أمل تطمننا كده على المرحلة اللي جاية إن شاء الله هتكون عاملة إزاي يعني أنا عن نفسي يمكن بقالي أكتر من 48 ساعة على السوشيال ميديا بتابع ردود أفعال كبيرة جدا على تقلق المهاجم أحمد سيد غريب اللي سجل هدفين منهم هدف قريب شوية من طريقة الهولندي الشهير روبين فان فيرسي نجم المان يونيتد السابق وكتير من جماهير النادي الأهلي ابتدوا يقارنوا بدايته ببداية النجم الكبير عماد متعب لو تفتكروا في موسم 2004-2005 كان عماد متعب وقتها عنده 21 سنة وسجل حضور عظيم مع المدرب مانويل جوزيه وطبعا مع متخب مصر مع كابتن حسن شحاتة في ماتش ليبيا بصفة خاصة لو تفتكروا نرجع بقى لكلامنا مرة تانية الحقيقة نجاح مجموعة اللاعبين الشباب في الفترة المتبقية من عمر الدوري هيكون أهم مليون مرة من أننا نحزن ونضيع وقت على ضياع يعني بالتعبير عن حسننا على ضياع أي بطولة محلية معروف يعني هي راحت إزاي بدون العوضة للتفاصيل اللي طبعا كتير جدا من خضراتكم ما كانش كلكم عارفينها وإحنا عن نفسنا قتلناها بحسن الحقيقة بص أنا هقول لك حاجة كلام مصبوط 100% واعتقد مش بس جماهير الأهلي الجماهير المصرية عمتن وأي حد من عشاق يعني كرة المصرية أو الأهلي متابع اللي بيحصل على أرض الواقع وعارف بالزبط إيه اللي بيحصل وعارف المشاكل اللي عندنا كانت تحكيميا أو ضغطات أو غيره فالناس على دراية أو يعني الصورة فيها شفافية يعني ما فيش حاجة مستخبية على الحد يعني ما فيش سر مثلا مخفي عن الناس مش عارفين هو إيه اللي بيحصل ده مع الأهلي خلس الموضوع فاري كلير زي ما بتقال أو باين جدا لأي حد فده الشق التاني بس اللي احنا عايزين نتكلم عليه وبقالنا يومين بنقوله من وقت تصريحات كابتن محمود الخطيب انت بتاديت تشوف على أرض الواقع أولى خطوات الإصلاح الكلام ده أنا قلت أنا وكريم وحنأكد عليه كل يوم لأن فعلا مع بداية هذه التصريحات والقرارات اللي كانت في غاية الأهمية بتاديت تشوف يعني نتائجها على الأرض ونتائج إيجابية جدا فنتمنى اللي جاي يكون كويس كمان بالنسبة للحكام وحنا معنا خبر وحنا نتكلم بالتفصيل بشأنه بس وينك تتكلم عن هذا الإنجليزي المخضرم مارك لايتنبرج واللي حيحصل بعد لما يتولى المنصب وبالمناسبة هو بما أنه هو جاي عشان يطور فناس كتيرا بتقولك طبيعي جدا وكان كلام سيدة الوزير أشرف صبحي قالك هو كده كده جاي يطور وحياخد فلوس تم يتعين وده أمر بديه وأنا أتفق جدا مع هذا الرأي طالما الراجل موجود وبيشتغل وبياخد فلوس يبقى ياخد position وعلى هذا الأساس برضو يدب بتقييمه والراجل جاي بأجندة والراجل جاي بسكاجول معين وعنده لقاءات في غاية الأهمية وده كله هنتبعه بالتفصيل لكن منظومة التحكيم في مصر كانت ولابد محتاجة نوع من التطوير والإمساك كده زي ما بتقالي كريم لازم أنت كنت تعيد حساباتك في حاجات كتيرة جدا أعتقد كل اللي بيحصل على أرض الواقع ده من إصلاحات في صالح القرى المصرية وليس فقط في صالح يعني النادي الأهلي فكلنا سعداء باللي بيحصل ده بجد خليني أكمل واستكمالا لكلام كريم وكلام ده أكدناه وقلناه أكتر من مرة وهو كانت تجاه في الفترة الأخيرة والحمد لله إن إحنا دولئتي بقيدينا بنجهز البديل القف البديل الجف للموسم اللي جاي بإذن الله اللي حتكون فيه برضو تحديات كتيرة جدا وأكيد الموضوع مش سهل وأكيد عايزين نتكلم كمان عن قرعة دوري أبطال الأفريقية اللي قلناها مبارح ونكملها مع حضراتكم اللي جابت لينا برضو في الدور الـ 32 المؤهل بإذن الله لدور المجموعات وحيكون الفائز طبعا من يعني الجيش الرواندي والاتحاد المنستري التونسي وبالمناسبة برضو خليني نقول لحضراتكم المباراة أكيد مش هكون سهلة أبدا وإنت بتتكلم الآن بطل تونس اللي حيشارك في النسخة دي يعني بطل تونس فهو أكيد تفوق في الدوري التونسي على أسماء كانت عريقة جدا زي النجم الساحلي والسفاقسي والإفريقي وكان وصيف كمان لبطل الدوري والتراجي ده يعني حاجة أعتقد برضو صعبة وحاجة ما هيش سهلة فإن شاء الله نكون منشوف قرعة يعني هي أكيد قرعة صعبة ما هيش سهلة لكن أنا أتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون لصالحنا أنا بتمنى ذلك يا كريم ومتفاقلة برضو بيني وبيني بصي القرعة مش هتكون سهلة وبشكل عام مشوار النادي الأهلي الفترة اللي جاية عموما بقى مش بنتكلم على بطولة بعينها لا الدوري الوحدة ولا بطولة أفريقيا الوحدة أنا بتكلم من حضرتكم بشكل عام الفترة اللي جاية إن شاء الله أكيد حتشهد يعني تغييرات جزرية ملحوظة ولها نعكسات طيبة ملموسة وكلنا شايفينها وشاهدين عليها وجماهير النادي الأهلي اللي استحملت فترات مش قليلة كان الوضع فيها يعني مش مصبوط من كل النواحي الحقيقة وكالعادة وكطبعتهم كجماهير وفية وعندها يعني محبة ملهاش سقف ملهاش آخر ملهاش حدود للنادي الأهلي ولهذا الكيان العظيم موجودين دايما في ظهر اللعيبة وعلى ذكر اللعيبة أكيد برضو يعني استكمالا للكلام اللي كنا مدردش فيه من شوية أنا ونهوان ده أكيد الفترة اللي جاية هنشوف خير ليه؟ لأن احنا عندنا مصنع وخط إنتاج بيطلع لنا أبطال مستقبليين ابتدينا نشوف إرهاصاتهم بالفعل ابتداء من ماتش الاتحاد اللي فات وأكيد هنستكمل الاستمتاع بمشاهدتنا ومتابعتنا من خلال ماتش النهاردة دم جديد بيضخ ناس دين جعانين كورة بالمعنى الحرفي كل واحد فيهم عايز يثبت نفسه ويثبت قدراته ويثبت إمكانياته ويثبت إن هو يعني يستحق إنه يلبستشارة النادي الأهلي دي الروح اللي احنا عايزينها لأنه دي ببساطة شديدة دي روح البطل اللي احنا متعودينها من لعيبة النادي الأهلي بالمناسبة في إطار يعني أو في سياق منفصل إمبارح تلقى اتحاد الكرة خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بيخترهم من خلاله باعتماد قرار اتحاد الكرة الخاص بمشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والتأكيد على أن قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم انتهاء شأن داخلي لاتحاد الكرة كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا ومشاركة بيرامز وفيوتشر في البطولة الكونفيدرالية كلام جميل تعالي بقى نروح للموضوع اللي أنا فتحته في بداية الحلقة الكريم والموضوع الخاص بكليتنبرج مبارح عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومهندس أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة كان فيه اجتماع مهم جدا مع الخبير الإنجليزي مارك كليتنبرج المسؤول دلوقتي عن منظومة التحكيم المصري عشان ينقشوا خطة واستراتيجية العمل خلال المرحلة اللي جاية الاجتماع خليني يقول لحضراتكو برضو تطرق لعديد من الأمور منها شكاوي الأندية المقدمة ضد بعض الحكام خلال الموسم الحالي ومشاول لحضراتكو عدد الشكاوة أكيد أنتم عارفين ممكن يتجاوز أي عدد بالزبط هيقوم مفروض كليتنبرج بنظر ودراسة جميع الشكاوة والاجتماع بالأطقم المسؤولة عن تلك المباريات والحالات كمان اللي كانت موجودة عشان ينقشها وكمان تم الاتفاق مع كليتنبرج على أن يقوم بتعيين الحكام في المباريات داية هنا بنتكلم من الأسبوع الـ 31 من عمر مسابقة الدابري المنتاز وكمان مباريات دور 16 لكاس مصر اللي حيبدأ كليتنبرج مهمته بإذن الله النهاردة يوم الأربع تحديدا بعقد اجتماع بقى مع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بمقر الاتحاد زي ما حضرتكوا عارفين يعني كابن عصام عبد الفتاح هو رحل وكان قدم استقالته وقبلت يعني وابتدى دلوقتي مشوار كليتنبرج الفترة اللي جاي أكيد هتكون فترة حاسمة وصعبة لأن هذا الرجل رغم السيفيل عظيم بتاعه وزي ما اتكلمنا التجربة الأخيرة اللي كانت ليه النكحة جدا في اليونان والخطط اللي كان ماشي عليها واللي طورت المنظومة هناك بشكل كبير جدا بشهادة اليونان نفسها لما تيجي تطبق ده أو تيجي تبدأ في مصر برضو خطوة أكيد صعبة لأن انت عندك مشاكل يمكن لا تقارن كمان بمشاكل في دول أخرى انت عندك مشاكل كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكو هو لسه بيبدأ والشكاوة كتيرة يعني ده برضو مش طبيعي أننا لسه ببدأ في حاجة وعند كم شكاوة كتيرة جدا وارد جدا يكون فيه أخطاء تحكمية في العالم كله لكن بتكون بنسبة لا تتعدى العشرة في المية لكن أعتقد إحنا عندنا النسبة أعلى بكتير جدا فالموضوع كان محتاج وقفة خطوة جيدة جدا تعيين يعني زي ما كنت بقول شخصية لها قيمة إنجليزية بهذا الشكل وليها سيفي كبير جدا وما أعتقدش أنه هو راح ما كان مطورش فيه أبدا أو أقدم فيه جديد فنتمنى خير وأنا شايفة تاني وحقرر كلامي إحنا ماشيين في اتجاهات كويسة جدا على جميع الأصعادة اللي في الآخر بتصب فيه صالح الكرة المصرية ده إحنا كل الخطوات دي يا كريم كلمنا فيها أن إحنا عايزين نشوفها فالموضوع مش سهل لكن إنت ماشي في الطريق السليم فده كويس جدا تلاتي برج أول ما أول ما جاء يعني أعتقد كده إن لو في حد فعلا نداله طبعا من الأشخاص المعنين وأكيد الكلام ده حصل لو الراجل ده وصل له ملف يعني وافي لكل الأحداث المتعلقة به الأخطاء التحكمية العجيبة اللي حصلت في البطرة الأخيرة مدعومة بالفيديوهات وإيه لأخيره أعتقد إن الراجل ده هيقض كتير كده إيه يتأمل الصورة ويلاقي إن هو معداش عليه في حياته قبل كده الشكل ده من أشكال العك التحكم يعني أكيد أكيد مهمته مش سهلة ونتمنى إن شاء الله إن هي تؤتي اتمرها الفترة اللي جاية وما نشوفش اللي شفناه قبل كده وعلى فكرة كتير جدا مننا لما بيكلم على التحكم إحنا مش بنتكلم بس عشان إحنا كنادي أهلي متضررين من مش مجرد أخطاء تحكمية من كوارث تحكمية عدت علينا لا هي الصورة بشكل عام مسيئة لكرة القدم المصرية بشكل عام مش بنتكلم بقى على فريق بعينه لا كرة القدم المصرية بالكامل متضررة من كواليتي اللي كان بيحصل الفترة الأخيرة واللي نتمنى إنه إن شاء الله يختفي عن قريب بإذن الرحمن تعالوا بقى نروح لجولات المدير الفني لمنتخب مصر فيتوريا مبارح ووصل لقاءاته وقابل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وطرح عليه رؤيته حول إعداد المنتخب الوطني لقادم المنافسات والبطولات وملامح خطته نحو تطوير كرة القدم المصرية بشكل عام أكيد بالتنصيق مع اتحاد الكرة والتأكيد على قيامه بتقييم شامل لأداء اللاعبين خلال حضوره لعدد من مباريات الدوري العام وأيضا مباريات الكأس وقام بجولة داخل مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة اللي هو مركز التعليم المدني وتعرف على إمكانيات هذا المركز وما يقدمه من خدمات وشاهد فيلم تسجيلي حول الطفرة اللي شهدتها البنية التحتية في المنشآت الشبابية ورياضية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وبرضو أكيد من اتملاله كل التوفيق حبا في منتخبنا أكيد تعالوا نروح للمنتخب الأولمبي عشان كان فيه مبارح برضو لقطة حلوة كان البرازيلي روجارو ميكالي المدير الفاني للمنتخب الأولمبي وكان معاهم معاونه في الجاز الفاني عملوا جولة كده والجولة كانت حلوة لأن هما نشروا الصور نحن دايما بنقول الـ indirect marketing لأي دولة في العالم من خلال السوشيال ميديا بتكون وليها رواب كبير جدا هما راحوا للأهرامات وزاروا كمان المتحف المصري وزيما حضراتكم شايفين نشروا الصور ليهم الصور يعني عجبت متابعين كتير جدا انت عارفين برضو متابعينهم برقم كبير طبعا متابعي يعني الرياضة وقرط القدم تحديدا بتبقى أعداد كبيرة جدا في العالم كله فناس كتيرا شافت الصور دي وناس كتيرا عجبت بالصور دي ودايما بيبقى فيه أجانب دايما الأجانب يا كريم لما بيجوا مصر كلهم بيبقوا حرسين تحديدا زيارة الأهرامات يعني ما فيش حد تقريبا بيجي غير لازم يزور الأهرامات بيكون أول مرة يزور مصر فصور عجبت ناس كتير زي ما كنتم بقول لحضراتكو هو كان نشرها عنده تياجو قانيا المدربة المساعد لمنتخب مصر الأولمبي لما كان موجود هناك وقال كده يعني هذا يو دريم يو مايك يو لاف يعني أعتقد برضو كلمات حلوة لكن أكيد احنا بنبسط لما بنشوف أي حاجة زي كده بتحصل على أردين وخليني يقول لحضراتكو كمان مكالي طلب من جهازه المعاون إعداد قيمة بجميع اللعبين المصريين المتاحين عشان ينضموا لي المنتخب الأولمبي بنتكلم عن موليد 2001 والأعمار كمان الأصغر من أجل هنا رسم ملامح بقى زي ما بتقال قيمة لمنتخب الأولمبي خلال المرحلة اللي جاية وأعتقد ده شيء جيد جدا نتمنى تصعيد كمان الأعمار الصغيرة يا كريم المنتخب الشباب وكمان تصعيد الأندية للناشئين لفرقهم عشان زي ما بتقال تضخ دم جديد أو فكر جديد كمان لكفة الفرق ده بيبقى مهم جدا أنا بحس المكس لما بيبقى بين شباب عندهم لست روح اللي عارف اللي هي الحماس وناس أو يعني أو لعيبة قديمة مع الخبرة اللي عندهم المكس ده بيبقى رائع في أي مكان مش بس كورة القدمين طبعا أكيد ما فيش شك في الكلام ده وبرضو من الحاجات الحلوة يا حضرات يعني أنتوا أكيد ملاحظين أن آخر كم سنة الحقيقة مصر يعني نقدر نقول أن هي كانت مطار يعني إعجاب من كل دول العالم نظرا لحسن تنظمها لكثير من الفعالات الرياضية والبطولات الرياضية المختلفة في الرياضات المختلفة في آخر كم سنة بالمناسبة عقد الدكتور أرشف صبحي وزير الشباب ورياضة امبارح اجتماع مع الدكتور حسن مصطفى وهو طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يعني اللي بحث الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لأول بطولة عالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة البطولة دي المقرر إقامتها ان شاء الله في شهر سبتمبر المقبل تناول هذا الاجتماع تشكيل لجان البطولة وموعيد وصول المنتخبات وتجهيزات الصلاة المغطأة اللي طبعا هتستضيف فعاليات هذه المنافسات وكمان تحديد أماكن الإقامة وعرض مهام لجان البطولة المختلفة طبعا مصر مهتمة جدا بتنظيم البطولة وإتاحة الإمكانيات الكافية عشان تظهر البطولة على أعلى مستوى وتحقق النجاح الكبير على غرار الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية اللي استضافتها مصر في الفترة الأخيرة وبرضو بالمناسبة من المقرر أن يشارك فيها هذه البطولة منتخبات إلى جانب مصر بطبيعة الحال الهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل والشيلي بالنسبة لفعاليات الرياضية اللي على الشواطئ وكلمنا عنها بردو مبارح هنروح لشواطئ مطروح لشهدة فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية عملوها لطالبات وطالبات الجماعات المصرية بمشاركة هنا 350 طالب وطالبات أعتقد ده رقم برضو حلو جدا يعني مجموعة كبيرة من الشباب في الجماعات بيشاركوا دي أعتقد حاجة برضو غير مسبوقة بشكل كبير ما كانش الاهتمام قوي كده لكن المهرجان ده تضمن ألعاب عندك بقى هنا كرة قدم شاطئية كرة الطائرة شاطئية مسابقات طرفهية وألعاب طرفهية والمهرجان الرياضي ده مفرود إنه هو في إطار المشروع القومي يعني الإيجابي جدا بين الطلاب من خلال الرياضة حاجة بتالي كويسة برضو يا كريم أكيد أكيد وبرضو احنا تكلمنا برضو عن ما كان فيه المسابقات الخاصة بدوري الوزارات فإن تدخل الرياضة في مؤسسات مختلفة سواء في المدارس والجماعات بين الوزارات أو المؤسسات الحكومية بتالي دي بتعمل كذا أولي كذا استفادة أولا طبعا خاصة باللياقة البدنية لأن ده حاجة أكيد أنت بش دخل يعني يتمثل أنك بتتمرن أو بتلعب ده أنت بتلعب بجد فدي حاجة كويسة لللياقة البدنية تاني حاجة فكرة أن أنا بعمل دمج برضو الرياضة مفروض أن هي بتقرب سواء إحنا بنكلم عن الشعوب أو الأشخاص عاماتا لما تعمل مؤسسات أو غيره فحلوة يعني تخيل تخيل إحنا مثلا نعمل مسابقات مع القنوات المختلفة لعلمك الحاجة والله فكرة جاتلي دلوقتي كل الكيانات المنتي ناشنل والشركات العالمية على فكرة بتعمل يعني بصور مختلفة النوع ده من الفعاليات لأن دي حاجة أكيد بيبقالها نعكسات طيبة جدا حتى على علاقات الأفراد ببعض يعني الناس الموظفين اللي في نفس الشركة ولي في نفس المكان دي حاجة طبعا جميلة جدا عايزين بقى نتكلم معاكم في حاجة في المنطقة الأهمية والخطورة الحقيقة وخصوصا اليومين دول وحنا في صيف بقى ومصايف كليسان وحضراتكم طيبين وأكيد خدتوا بالكم أن الفترة الأخيرة كان فيها كلام كتير عن حوادث أو حالات غرق للأسف بتحصل في بعض الشواطئ المصرية في بعض الأحيان بيكون الشاطئ ده متقال يعني بشكل صريح أن ممنوع أن الناس تنزل فيه نظرا لأن ظروف الشاطئ ده والسحب اللي موجود في ميته بينتج عنه حالات غرق كتيرة فحاجة كويسة قوي أن كان فيه رد فعل سريع عايزين نتكلم مع حضراتكم عن تفاصيله مبادرة اسمها مبادرة مصر بلا غرقة المبادرة دي بتسعى إلى الحد من حوادث الغرق عن طريق رفع الوعي وثقافة الإنقاذ لدى المواطن المصري المبادرة دي مستمرة حاليا على الشواطئ المصرية المختلفة تحت إشراف مديريات الشباب ورياضة في مختلف المحافظات تم تكثيف برامج ومشروعات توعية للنشأ وكمان للشباب بالسباحة والإنقاذ داخل المنشآت الشبابية والرياضية المختلفة فضلا عن التأكيد على التوافر المنقذين في حمامات السباحة حفاظا على أرواح مرتدي وأعضاء تلك المنشآت خطوة محترمة جدا فيها احترام لكل الناس واحترام للأرواح اللي بنفقدها في كتير من الأحيان نتيجة أنه ما فيش إجراءات كافية لحماية هذه الأرواح فدي حاجة كويسة خطوة حلوة لحصل من سنة تقريبا يا كريم تكلمنا في موضوع الغرقة أنا مش عارفة بالضبط للعدد ما بحبش أقول معلومة غير أجابها لحضراتكم إن شاء الله ممكن لحد الجاي نتكلم عن الملف ده ما فيش مشكلة بس إحنا كنا عرضنا عدد الناس اللي بتموت غرقا في مصر وفي العالم والنسبة كانت وقتها أنا فاكرة عالية جدا 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 يعني كانت من إحدى أسباب ويعني زي ما بتقالي اللي عمله رانكين كبير جدا في الوفيات هي الغرق يعني فلا الملف ده في غاية الأهمية حلو مش كل الناس عنده برضو يا كريم يعني الحظ من إن هما وهم صغيرين يكونوا عندهم الإمكانية إن هما يعوموا أو تعلموا السباحة أو غيروا كل واحد ليه الظروف وده شيء يحترم جدا فمش كل الناس كده ففعلا فيه ناس لما بتكبر لما تتعرض لموقف أي حاجة بتحصل بيموتوا غرقا لأسباب ممكن كمان أخلي بالك ولا في غميء أو أي حاجة يعني شلاس بتكون مياه غميء بس ما فيش معلومة ما فيش ثقافة ما فيش يعني تعليم للسباحة فده للأسف بيؤدي ليه إهدار أو يعني لوفيات عدد كبير جدا في العالم خلي بالك ده بعض الأحيان يا نهواند فيه شواطئ معينة ممكن تلاقي سباحة على مزاج مزاجك يعني متماكن جدا وبرضو بيغرق لأن السحب في المكان لأن الدوامات في المكان عشان كده لو تلاحظي في كذا شواطئ من شواطئ السحل الشمالي بصفة خاصة من سنين طويلة عملت مصادات أيوة مخصوص من كتر كميات الغرقة اللي بتتكرر كل سنة بشكل مؤسف جدا واللي مؤسف أكتر لما نلاقي إن فيه شاطئ معين متقال فيه ومكتوب عليه ومتحذر كل الروايات ممنوع النزول تلاقي أم تلاقي إلهي إلا الله في الماء طب حنايا دي حاجة غريبة أول ما العظيم أفكر بشوفنا دي ممنوع السباح وتلاقي الناس نزلي فيه ناس بتتعمت تتصور مع اليفطة وإيه لا ما نشعارف أقولي والله تقافة برضو الوعي ده مش هتشتريه أصبا بالضبط طب زي الكورورة فاكرة في أول الكورورة لا 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 ولسه خلي بالك لسه هذا الوقت قليلا نروح بعد كده المركاتو اللي مازال مستمر على الساحة دلوقتي اللي أعلن فيه كمان نادي أفرتون رسميا تعاقده مع أمادو نانا قادما من صفوف ليلة الفرنسي هيكون المدة هنا خمس سنوات حتى عشرين سبعة وعشرين طيب التكلفة الدقيبة بلغة الأرقام ستة وتلاتين مليون جنيه استرليني بالإضافة لحصول نادي هنا القديم على عشرين في المية من قيمة بيعه لأي فريق تاني في المستقبل طيب قلنا أنا كان سعيد جدا بالانتقال ده وهو قال كده فيه تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال الاندمام لأفرتون شعور رائع جدا أعرف أنه نادي كبير في إنجلترا واحد من الأندية اللي كنت أتمنى الاندمام لها منذ سنوات طويلة بالمناسبة خليني أقول لحضراتكم برضو اللاعب يعني أنا شارك مع أفرتون في واحد واربعين مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاث أهداف وصناعة هدف واحد ولعب كمان وعنده بالمناسبة برضو عشرين سنة مع ليل لمدة موسم واحد بعد اندمام ومان هامبرج فجود لكو لسه صغير برضو بس حيبان طبعا اللي جاي نصفقات كتيرة جدا كانت الناس متبشرة بيا خير وفي الآخر ما كانش يعني النتيجة المرجوة من عشاق النادي ده صحيح طيب بما إننا بقى داخلين على ويك أندي حضراته أكيد كتير منكم حيبقى مسافر أو حيقضي يعني أجازة ولو قصيرة نسبيا في أي محافظة من محافظات مصر المختلفة تعالوا نشوف درجات الحرارة المتوقعة وحالة التقص مش بس النهاردة النهاردة ونعرف معكم كمان بالتفصيل بعدها إن شاء الله كم يوم اللي جايين الوضع حيكون عامل إزاي تفضل طيب دي درجات الحرارة وللمزيد من التفاصيل المتعلقة بحالة الجو الأيام اللي جاية معنا على التليفون دكتور محمود شهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور محمود صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك أنا في عشرة الصفح في الأهلي طبعا أهلا بحضرتك عبد الله السلام الله يسلمك ربنا يخليك أهلا بيك أهلا بيكم طبعا إحنا النهاردة يعني عشر أغسطس قول تلت الشهر عندك التلتين اللي فضلين ظروفهم وخصوصا الكامي يوم اللي جايين بما أننا داخلين على ويك أنت دكتور محمود تفضل والأي الحمد لله الأجواء الصيفية في مصر السنة دي ما سجلتش درجات حرارة مرتفعة حتى الآن زي ما شفنا السنة اللي فات السنة اللي فاتت تسجيلات درجات الحرارة تجاوزت الأربعين درجة على القاهرة في بعض الأيام لكن الحمد لله حتى الآن لم تتجاوز تسجيلات الأربعين درجة خالص يعني فيه الجزء اللي فاضل من أغسطس أو بمعنى صح فيما تبقى من فصل الصيف فيه جزء إيجابي وجزء سلب بشوية نبدأ بالإيجابي طبعا وهو إن درجات الحرارة تدريجيا مش هززيد عامل لفات 33 34 في الظل 35 في الظل لكن طبعا الجانب السلبي هو ارتفاع نسى بالرطوبة بشكل ملقوص جدا جدا ده اللي بيتثبت طبعا في تزيد من الإحتاس بزاعة درجات الحرارة خلال فترات النهار والاختماع اللي احنا بنحس به في الأماكن المقفولة شوية أو الأماكن الدايئة بالليل معك فعيدك بالرطوبة بالليل لكن طبعا كالعادة المناطق السحلية ويك اند في المناطق السحلية التي تصل على البحر بالتوسط التي تعتبر أنسى الأماكن في جمهورية العربية ورؤوبا من درجات الحرارة في المناطق الداخلية على ذكر تفصيلة الرطوبة يا دكتور محمود يعني أنا أنا أريد أن أسأل أحداك على حاجة دي علاقة بموروس الشعب مع الأرصاد الجوية بشكل عام أنا مش بتكلم على الفترة دي ده من زمان ساعات كتير قوي بنلاقي مثلا بنكون حارسين وبالذات في الصيف على أن نعرف درجة الحرارة كام فنقرف الجرائد أو نشوف نشرات الأخبار إلى آخر فنلاقي رقم معين لكن تاني يوم لما بيجي بنلاقي إحساسنا يعني بالحرارة أعلى بكتير من الرقم اللي إحنا عرفناه أو اللي إحنا قريناه فدي بتكون بس نتجع عن التفصيلة بتاعت العطوبة دي اللي بتحسسنا بإحساس مبالغ فيه بالحر بالضبط طبعا يا فندم هو للأسف الشديد طبعا زمان شوية ما كانش فيه لغة تواصل بين الأرصاد الجوية والجمهور إلا الأرقام اللي مكتوبة دلوقتي طبعا عن طريق تواصلنا مع حضراتكم أو بقى القنوات والفيسبوك وموقع الهيئة والإستقافة اللي بدأت تتغل بها الأرصاد الجوية إن هي تبدأ تشوف الناس حاسة بإيه وتديهم زي ما تديهم درجة الحرارة الواقعية اللي بتنزل في المنظمة العالمية برضو تديهم درجة الحرارة المحسوسة اللي المواطن حاسس بيها نتيجة تأثير العوامل الأخرى زي التفاعل صبور يكوبة طبعا صحيح جميل طيب إحنا عندك هاتف ياشا عندك محمود قبل ما نقفل المكان بعد كده طيب إحنا منشكر حضرتك فدني ونجزيل الشكر على وجودك معنا في عشر الصفح في الأهلي والحقيقة شخصية جميلة دكتور محمود وأخورة جدا جدا وياما لما نتكلم يعني بعد من نخلص الجزئية بتاعة حالة التقص ودرجات الحرارة بندخل معاه في تفاصيل في ماتش مبارح مثلا واللي حصل ورؤيته وتحليله وإلى آخر فأكيد مشكور نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عن كامل بحضراتكم مرة كمان وخلينا دلوقتي نروح لمكر جريدة الشروق ومرسلتنا العزيزة نورهان عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف المواقع منشطات أعتقد في غاية الأهمية على الساحة حاليا ونورهان منجور صباح الخير مرحب بيكي وأكيد أنا وكريم سمعينك وكل سادة بالوقت المشاهدين تفضلي يا صباح الخير يا نهواندو صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان نحن هنا من مقر جريدة الشروق نتلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصدرة صباح اليوم زي ما قلت يا نهواندو أول خبر معانا من جريدة المساء ومنشط الأهلي شباب الأهلي يتحدى المصري سوارز طالب لعبيه باللعب بدون ضخط العميد هدفه الفوز للبعد عن شبح الهبوط يحل النادي الأهلي في التساع مساء ضيفا سقيلا على النادي المصري زي ما ذكر تقرير المساء في طبعا إطار الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام طبعا يمكن تقرير المساء قال أنه ريكاردو سوارز المدير الفني للنادي الأهلي طالب لعبيه باللعب بدون ضخط طبعا في المباريات المتبقية بشكل عام كمان في بطولة الدوري كمان خلينا نقول لكم أن المركز التالت أو النادي الأهلي بيحتل المركز التالت برصيد 59 نقطة بينما يحتل النادي المصري المركز التاني عشر برصيد 33 نقطة وكمان العميد حسام حسن مدير الفني النادي المصري طالب لعبيه بضرورة التحلي بالروح والعزيمة للهروب من شبح الهبوط خصوصا أنه المنافسة مشتعلة جدا في قاعد الدوري تاني خبر معنا من جريدة الشروق أرتيتا يستهدف ضم جوهارة بطل الدوري الإيطالي يستهدف نادي أرسنال يضم اللاعب ساندرو تونالي نجم نادي ميلان الإيطالي طبعا بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي وقال طبعا التقرير أو ذكر تقرير الشروق أنه نادي ميلان يرفض بيع اللاعب إلا إذا بلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو وده ده الشرط الوحيد لنادي ميلان للاستغناء عن اللاعب في الفترة القادمة خبر التالت معنا من جريدة الرياض السعودية السوبر الأوروبي بين سطوة الريال وتموح انترخت طبعا النهاردة الساعة 9 إن شاء الله ريال مدريد هيواجه انترخت الألماني في مباراة السوبر الأوروبي وطبعا ريال مدريد بيسعى لتحقيق أو يمكن تأكيد على سطو يعني فوز وانتصاراته في أوروبا طبعا بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية وكمان يعني طبعا بطل دوري الإسباني كمان خلينا نقول لكم أنه يعني يمكن هو كمان شلسي هو طبعا بطل النسخة الماضية من البطولة آخر خبر معنا من جريدة الشرق الأوسط ويليامز مسيرتي في الملاعب التنس في ملاعب التنس اقتربت من نهايتها أعلنت سلينة ويليامز نجمت طبعا التنس عن اقتراب نهايتها في الملاعب يعني في الأيام المقبلة وقالت أنه في نهاية الشهر هيكون قرار اعتزالها هو الأقرب لطبعا تفرغها في الفترة القادمة لدور الأمومة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشرق شكرا لكم جدا وعود مرة أخرى إلى الأستودي مشكورة جدا يا نورهان على هذه التغطية وبالنسبة للخبر الأخير بس حابة لنا أعلق شوي لأن سيرينا ويليامز أسطورة أسطورة كبيرة جدا في عالم يعني تنس السيدات تحديدا وشوف منه عندها كم سنة بتدت صغيرة جدا واستمرت لغاية أربعين سنة وعلى فكرة أربعين سنة في عمر لعب التنس ما هوش سن كبير أو مش زي طبعا كرة القدم أو غير وفي ناس بتكمل بعد الأربعين في تنس تحديدا لكن هي واحدة من أكبر أو من أكبر الأسامي في تنس السيدات تكلم عن تهياتة وعشرين لقب من بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى يعني لا سيرينا ويليامز ولعه الشاق في كل أنحاء العالم إحنا من واحدنا صغيرين وبنسمع عن سيرينا ويليامز يعني كانت أسطورة أسطورة بجد يعني وبطلة كبيرة جدا على كل هالأكيد الخبر ده أكيد زع الناس كتير جدا من عشاقة أنا على فكرة أنا من الناس اللي بحب جدا سيرينا ويليامز لكن برضو هي كانت صراحة زي ما حضرتكم يعني سمعتوا من زملتنا نورهان إن هي عندها اهتمامات أخرى وقد تكون خلاص يعني أسطورة أو فترة التنس انتهت من حياتها أو حتنتهي قريبا يعني برضو الأسماء الكبيرة اللي احنا اتربنا عليها فكرة ده بتشهد ان هي بتعتز تحسسك نحنا كبرنا شوية كده وحتلاقي نفس الكلام بنقوله على كريستيانو بيعتزل وسيرينا ويليامز الأسماء اللي احنا كنا بنشوفهم أسطير زمان وإحنا صغارين يعني طيب نروح بقى مع حضراتكم على الرياضات العالمية المختلفة والبداية حتكون مع آخر يوم في دورة ألعاب الكومن والس ونتابع مع حضراتكم دلوقتي ملخص لمنافسات السكواش ويتنس الطاولة والغس تابعوا معنا في دورة ألعاب الكومن والس خلاص اختتمها بالأمس طبعا وعايز أقول لحضراتكم كان فيه احتفالية حلوة جدا لأن هي خلاص الدورة انتهت طبعا لعام عشرين اتنين وعشرين وناس كتيرة جدا كانت بالتابعة خلينا كمان نروح نتابع ازاي كان حفل الختام ونهاية أخبارنا هتكون مع ترويض الخيول حيث قدمت الفارسة البريطانية تشارلت فري أداء أكتر من رائع في منافسات ترويض الخيول ضمن بطولة العالم للفروسية المقامة في الدنمارك تابعوا معنا طيب احنا كده خلصنا فقرتنا الأولى خلينا نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل كابتن إيهاب جلال مرحبا حضراتكو ونضم لينا كابتن إيهاب جلال وعندنا ملفات كتيرة جدا منتخب الشباب والمتش بتاع الأهلي والمصري واللي جاي والتحكيم وكلايتنبرج صباح الفل صباح خير صباح خير نحوان صباح خير كريم صباح الفل لكابتن إيهاب سعيدنا معك ربنا خليك مش بقدر ساعدتنا حقا نستنىك تيجي عشان بنفتح معك مواضيع حلوة ومنستمتع دائما بملاحظاتك كده إيه اللي ساعدت فيه أمور كده بتقراها انتبه بين السطور فإحنا بنسعد بقى بأن إحنا نتكلم معك فتحب تكون البداية من البطولة مثلا بطولة إيه رأيك والاستعدادات وهل كنتوا متوقعين أن إنتوا توصلوا أن إحنا نوصل يعني للنهائي زي ما حصل كده ولا كانت الدنيا ماشية إزاي بص يا كريم يعني منتخبنا منتخب كويس جدا وبتطور كل يوم بشكل ملحوظ جدا طبعا السن ده في المرحلة دي أصعب شوية لأن من مرحلة مش عايز أقول يعني طفولة أو بتاع يعني لغة الشباب يعني دي فيه تغيرات فيسيولوجيا تغيرة جدا بالنسبة لولاد ديات فلازم تكون أنت دارس الموضوع أو شايف الموضوع ماشي إزاي لأن موضوع خطر جدا ممكن وأنا بمرن لولاد يعني كنت قعدت فترة طويلة حوالي 12 سنة 13 سنة في الدورة الممتاز ما بشي حاسس بالموضوع إنما لما مسكت الولاد أنا فاهم الموضوع لأن دارس كويس فيها الموضوع دوات العمل النفس للولد أو لللاعب في المرحلة السنية التغيرية ديات فطبعا كنت تشوف مثلا وأنا بمرنهم من حوالي سنة ونص أو سنتين كان مثلا النهاردة أمر أنه أليه كويس بكرة أليه مش كويس بعده أليه عادي فكان فيه تغيرات دي أنا كمدرب ما بحبهاش لأنني أنا بحب جدا السبات في المستوى طبعا من سنتين غير السنة اللي فاتت غير السنة غير البطولة اللي إحنا لعبناها دلوقتي دلوقتي فيه إلى حد ما أو عايز أقول مثلا 70-80% فيه سبات دلوقتي بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للمستوى اللاعب في المرحلة السنية دلوقتي داخل على 20 سنة فابتدى دلوقتي خلاص النظام عنده يبقى ثابت شوية قبل الزبط كده فطبعا إحنا من السنتين اللي فاتوا بنحاول نحضر ونحاول نشتغل معهم فكان فيه تغيرات كتير جدا إحنا كان بتتعبنا شوية إنما من البطولة اللي إحنا عبناها دي في دلنا مع الجهاز الفني والموجودين كلهم إدلنا نتمرن كويس إدلنا نتثبت المستوى إدلنا أنا فجيت بصراحة من البطولة بالمستوى اللاعبين يعني ليه لأن أنا اللي كنت حاسس بها أو الجهاز الفني كان حاسس بالموضوع دلوقتي ما وصلنا للسعودية إحنا بدأنا طبعا بالعمان بالصومال بالمجموعات اللي إحنا أول المجموعة لإخدنا ستة بنت لعبنا مع المغرب أول المجموعة الخامسة فطبعا واجهتوا الجزائر برضو الجزائر يعني كنتم متوقعين أصلا أنتم تفوزوا عليهم إحنا لعبنا الجزائر مرتين في البطولة العربية في مصر كسبناها وبطولة شمال إفريقيا برضو كسبناها فرقة كويسة جدا ومن أحسن الفرق بتلعب كورة بالظبط اللي أولاد كويسين جدا إحنا كمنتخب مصر إحنا بنحب نلعب مع الفرق الكويسة الأهل ليهم يعني فطبعا أو المنتخب فالموضوع بيقى وحش إنما أنت ما بتلعب عشان أنت مستوىك عالي مستوىك كويس أما بتلعب مع فرقة كويسة زي المغرب أو تونس أو الجزائر متبقى مصحصح متبقى مصحصح واللعيبة بتلعب كويس يعني أنا بصراحة يعني أما كنا ملعب الصومال أنا كنت متخوف جدا لأن فرقة برضو مع احترامي ديها متوضعة متوضعة جدا وعشوائية بدرجة كبيرة فطبعا كنا الواحد تزايا نعكس على أداء لعبتنا بالضبط كده وتبقى أنت متخوف إيه اللي ممكن يحصل في المباراة إنما ما بتجي تلعب المغرب أو تلعب الجزائر أو تلعب تونس فرقة كويسة فرقة محترمة أو السعودية مثلا فرقة كويسة جدا بتقدر تلعب معها كويس يعني إحنا فجينا يعني إحنا رحنا أبها دي أبها دي عالية شوية عن سطح البحر فكان الأكسوجين كان ناقص شوية تخير حضرتك إن إحنا رحنا الفرقة السعودية في الشوت التالت والرابع هم اللي كانوا بيقعوا مننا وكرمبات كتير جدا وإحنا كنا مسيطرين يعني كتير جدا وكنا ممكن نقصف في المباراة فطبعا الحمد لله إحنا قسرنا بدربات الجزاء وطبعا تعرف إن حضرتك دي بتبقى حظ كبير فالحمد لله إحنا كنا متوقعين إحنا ممكن نوصل لدرجة كبيرة إنما أما وصلنا للنهائي وطمعنا إن إحنا إن إحنا ناخد البطولة ده كان شيء رائع مننا يعني ومن الأولاد لأن الأولاد قدوا مباراة رائعة جدا وإحنا طبعا مخفخرين جدا بينهم والحالة اللي حصلت هنا في مصر لما كنا هنا كنا بنسمع يعني كنا بنشوف كاننا مثلا الفريق الأول بتاع المنتخب مصر إن كان في حالة وكان بيتصروا بنا في ثقة عن الناس عاماتا وفرحانين هما طب خليني أسألك هل ممكن نشوف مثلا فيتوريا بيستعين بحد من الشباب على فكرة فيتوريا كان على اتصال بنا دايما كل يوم وكان بيقولها المتفرج وده الأمل الشباب لأن دوت الفرقة ديت اللي هي 2003 بعد أربع سنين هم يلعبوا كس العالم فهو كان بيتكلم في الحتة دي وكان على طول لايف معنا بالفيديو بالفيديو وكان بيحفز اللعيبة وبصراحة كانت اللعيبة على قد المسئولية وإحنا يعني بصراحة يعني احنا وكان برضو العامل دكتور أشرف صبحي دكتور أشرف صبحي كان بيتصب بنا باستمرار اتحاد الكورة كان على طول متواجد معنا على طول يعني كل الأطراف كانت بدعمة لكم بصراحة يعني احنا متوقعناش الدعم الكبير جدا من الدولة ومن مدرب منتخب مصر الكبير يعني ليه ما كانش فيه الدعم ده قبل كده مش ما كانش موجود بس مش بالقدر اللي كان موجود اللي احنا شوفنا ده حتى هنا ما كنا البطولة العربية في مصر ما كانش الدعم كبير جدا بالنسبة اللي احنا كنا شوفنا ده عشان احنا كمان وصلنا المرحلة ان احنا فعلا في أمسل حاجة ان احنا نطمن على اللي جاي من خلال ان احنا نطمن على الجيل اللي مع حضرتك صحيح انت بحكم يعني قربك منهم ومتابعتك ليهم الى اي درجة حضرتك متطمن على خامات اللعيبة دي يعني هل ممكن نشوف في المستقبل القريب طفارات يعني لعيبة استثنائية انت شايف شغلهم من اول ومن الواحد والله يا كريم بص حضرتك انا عايز اقول لك ان اللعيبة دي لعيبة كوية يعني عندنا لعيب رقفة خليد بلعب في النادي الاهلي بكشمال رائع رائع جدا موليد 2004 واصغر من 2003 اللي عندنا خد جايزة احسن لعب في المباراة مرتين وانا متوقع لين هو اما يرجع يعني اما رجعنا هيرعب مع الدرجة الاولى هيبقى هايل جدا عندنا صلاح باشا اللي هو احرز الهدف في السعودية ده بلعب في اودونيزي لعيب هايل وكان بلعب في النادي الاهلي لعيب هايل جدا عندنا عمر فايد بلعب في المولين ولد ما شاء الله طويل ولعب كويس جدا اللي اهضر ضربة الجزاء في القائم يعني عندنا لعيبة كويسة عندنا ماجد هاني لعب الزمالك لعب هايل جدا ومقايد طيب في حرص المرمة تحديدا وفي حرص المرمة معايا احمد نادر اخد احسن حرص في البطولة كان بلعب في النادي مالك وابن الحرص الكبير طبعا نادر السيد بير عبداللاتي في البرتغال من الحراص اللي هي انا بدأت معها ما كانش على المستوى الكويس يعني ابتدى بس هو فيه فيه منزل ولد ان هو بيسمع الكلام بيطور من نفسه اللي بتقل وبيتعمل ده مهم جدا بالنسبة انا كمدرب حراص مرمة او مدرب مدرب للفريق لما بلاقي ولد بيسمع الكلام وبيتطور يبقى تتعرف ان هو يبقى حرص مرمة جيد او لعيب كويس فده من نوعية اللعيبة وعندي كمان كريم احمد نبيل بيلعب في فارقو وعندي محمد عدل خليفة بيلعب في البيتروجيات عندي ثلاث حراس هيلين جدا كويسين جدا وانا سعيد جدا ان احمد نادر خد احسن حرص في البطولة وكانوا بيسنوا عليه جدا في البطولة كلهم كانوا بيجي يتكلموا معي منتخب العراق منتخب الاردن كان ممثل الفيفا كان قاعد معايا من بيلاروس كان بيتكلم عليه كويس جدا وقال من الولد دوت احتمالي يكون هو ياخد احسن حرص هل تباحكات في الجينز ولا ايه يعني عندك بارد يعني احمد نادر السيد وعندك مصطفى الشوبير يعني مع ان دول بيبقوا اكتر ناس بيتظلموا على فكرة في الاول الناس يقولك انت جايبوهم عشان بولاد كابتن فلان كابتن فلان مع ايدنا ممكن يكون عنده موهبة هو مززنب ان هو ابن كابتن فلان على فكرة لا بص حضرتك الموضوع ده موجود جدا في مصر هنا انما الولاد دولت بيثبتوا ان هم كويسين زي مصطفى الشوبير يعني ما تاخدش ان والده كان حالس مرما كبير برضو احنا برضو مش عايزين نزل من الولد لان الولد لما وصل للدرجة الاولى كان وصل برضو ان هو حالس مرما كويس ما حالش بيوصل للنادي الاهلي ولما خد فرصة اثبت نفسه بشهادة الجميع طبعا وحالس مرما جادي وانا مرنته على فكرة في الناشئين في النادي الاهلي وكان من الحراس المرما المتميزين جدا في قطاع الناشئين وكاني الاولوين نطلع درجة اقولها ان حالس مرما جيد مفيش مشكلة خالص نفس الكلام احمد نادر السيد ابن نادر السيد طبعا حالس مرما جايد جدا ووالده طبعا كان حالس مرما مرتخب مصر طبعا مفيش كلام ماشي عايزين نحط دي مع دي لاني لازم جيه يتفعوا ثمن اسمهم بالكامل يعني اي واحد منهم لما بتقال بس اسمه السلاس يقول لك اه يا عم ما طبعا او لازم وعجب هو عشان اللي بتكلم دوت ابنه راح النادي الاهلي او راح الاختبارات ومشي فيقول لك ده واخدين ابن كذا عشان تبقى معزا من الوقت كده بالضبط وده بعيد خالص عن الحقيقة بس احنا بتيالي في مصر هل احنا عندنا ندرة في حراس المرمى الجايدين في الاعمار المختلفة يعني هل بتلاقي عندك عدد كافي من حراس المرمى الواعدين بنفس كام اللعيبة الحريفة بص يا كريم في مشكلة في مشكلة ان عندك خامات كويسة جدا وحراس المرمى جايدين جدا وانا شفتهم بعناي انما المشكلة كلها الكواليتي بتاع التدريب هو اللي يخليك تبقى كويس وعدد المشاركة في المباراة بالضبط كده بالضبط كده انما مثلا ما تلاقي ناشئ صغير بيتمرن غلط طب انت هتحد منه ايه وهو اصلا ولد كويس بالفترة كويس انما بيجيله بسلا مدرب ما عندوش الخبرة او ما عندوش انه هو يطوره او يدي له كمية التدريب المناسبة بالنسبة لسنه ده مش موجود كتير جدا مش موجودين وفيه ناس بتعملها انما فيه كواليتي كويس جدا انما هي كواليتي التدريب مش كويس دي اللي بتطور ما تطورش خلينا خلينا بعد اذن حدك نقف عند التفصيل دي لان احنا لازم نطلع حالا مفاصل هنطلعه ونرجع نكمل معاك اتفضل من رحب حضراتكو خلينا دلوقتي نروح سريعا live view معسكر الاهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري واكيد فيه استفسارات كتيرة جدا نحن نعرفها ونقولها لحضراتكو ومرسلنا العزيز فاروق صلاح فاروق بونجور صباح الخير وعندنا اكيد سيلة كتيرة حابين انا وكريم يعني نسألك عليها وكمان نطمن استادة المشاهدين دلوقتي طمننا من ناحية دلوقتي التناغم اللي موجود وانا كنت بسمعك مبارح مع كابتال اسلام الشاطر وانت اتكلمت عن النقطة دي تحديدا انا قلت فيه تناغم كبير جدا بين الفري الأول والشباب المنضمين فيه كان مران شارك فيه كل اللعيبة وتأسيمة شارك فيها كل اللعيبة اتكلمت عن ارضية البلعبة ايه هي رائعة وفيه صيانة حصلت يعني من الناس القائمين المنظمين كمان هناك ففيه اجواء لحد دلوقتي نقدر نقول مبشرة جدا خلينا كمان نعرف صير النهاردة اليوم لحد معاد المباراة ولو فيه اي حاجة كمان حابب ان انت تطلعنا عليها تفضل يعني خليني في البداية صب عليك انا هوني صباح الخير وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كابتن ايهاب جلال مدرب حراس متخب مصر الشباب يعني قبل ما نروح للمباراة ونتكلم على تفاصيل نعرف ان الجاز الفني الكابتن ايهاب والكابتن محمود جابر الكابتن كارم الافراد الجاز تعملت قد ايه في كتير من الوقت كنا موجودين معهم عملت بطولة مميزة عملت بطولة كويسة لكن ان شاء الله القادم افضل بإذن الله كابتن ايهاب نهواند اثرتي كلام مهم جدا وكلام في غاية الهمية طبعا احنا موجودين هنا في الاسكندرية مقر قامة فريق النادي الاهلي او معسكر النادي الاهلي اللي كان ابتدى طبعا مع مباراة الاتحاد السكندرية اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بسلسة اهداف مقابل لشيء طبعا المعسكر هنا ممتد حتى مباراة المصري اليوم اللي هتكون في تمام الساعة التاسعة على استياد الجيش ببرج العرب خلينا اخذ المشهد من النهاية وارضية الملعب اللي اتكلمنا عليها وفردنا كتير من الكلام لهذا الامر وكان من كلام مستر ريكاردو سواريش اللي اثنى يعني انا صراحة اول مرة خلال المباراة اللي نبقى موجودين فيها ان مستر ريكاردو سواريش يثني على ارض ملعب طبعا يعني غير ارض الاستاذ الاهلي وي السلام اول ارض او ملعب خارج النادي الاهلي او مستر ريكاردو سواريش اتكلم عنه بشكل اكثر مراع لكن ده يرجع للجهود المبزولة لادارة استاذ الجيش ببرج العرب ومجهودات الدولة المصرية في الارتقاء بالبنية التحتية للرياضة المصرية نوعا انت عارف ان مجهود كبير جدا بيبزله فخامة الرئيس عفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة في الارتقاء بالبنية التحتية البنية التحتية والامور اللي تمت على استاذ الجيش ببرج العرب اعتقد بتظهر في قابها صورة ان واحد من الاستاذات او الصروح العملاقة اللي هي الرياضة المصرية وايضا اسنى عليه روي فيتوريا المدير الفني المنتخب المصري اللي خلاص من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصري الاول هيكون في شهر شهر سبتمبر القادم بإذن الله ويكون هنا في الاسكندرية التناغم والانسجام اللي احنا شفناه ولما سناه من اللعيب للنادي الاهلي خلينا اقولك ان الرفع من الروح المعنوية الفوزي الاخير على فريق الاتحاد الاسكندري ان داخل النادي الاهلي في امور مميزة ما تحسش ان اللعيب اللي داخل جاي من خارج النادي الاهلي او جاي من قطاع الناشئين هو غريب على النادي الاهلي ده الدور الكبير جدا اللي بيقوم به كباتن النادي الاهلي ممثل في اللي موجودين هنا في الاسكندرية سواء الكابتن رامي ربيعة سواء محمود متولي سواء أليو ديانج اللعبين الكبار والدور الاكبر اللي بيقوم به اللعبين اللي غير موجودين معنا هنا في الأسكندرية كابتن الشناوي كابتن أيمن أشرف كابتن وليد سليمان ودورهم والتواصل مع اللاعبين ده عامل حالة من التناغم عامل حالة من الانسجام الناشئ أيضاً اللي موجودة نهوان دي مش حاسس أو مش هاي بالموقف لأن في أمور كتير جداً أنت بتزرع في لعيب النادل أهلي الشخصية أن يكون على قدر المسئولية اللعيبة حاسة بالمسئولية اللعيبة حاسة أن هي لسه ما عملتش حاجة مباراة وانتهت عندنا مباراة تانية مهمة دور كبير جداً طبعاً ل كافة اللعبين اللعيبة عايزة خلاص تقفل الصفحة الماضية بنركز فيه المباراة المتبقية في الدوري مستر ريكاردوس واريش قال إن هي مجموعة من المباراة هنقف من خلالها على مستوى بعض اللعبين اللي نقدر نستعين بهم من قطاع النشئين طبعاً شكر اللعيبة الكبار وقال إنهم يعني خلال 36 يوم لعبنا 12 مباراة وده رقم كبير جداً نادي الأهلي على مدارة الثلاث سنوات الماضية بيقف على منصات التتويج والأمر دو وتوصل لعيبة الحالة عالية جداً من الإجهات في ظل ضغط المباراة طيب اسمح لي هنا عايزة أسألك الحاجة يا فاروق بما إحنا ذكرنا الضغطات الموجودة وتلاحم المباراة طمنا عن حالة طبعاً يعني الإجهاد أو لو في أي إصابات أو في أي مشاكل خلي الناس برضو تتطمر قبل المباراة بساعات قليلة جداً الوضع عامل إزاي عندك؟ يعني خلينا طمينك نهواندي طبعاً يعني في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري كان في كدمة مبين كريم فؤاد ومحمد عبد المنصف حارس مرمى نادي للاتحاد لكن اطميننا من الدكتور رحمد أبو عبلا أن الكدمة كانت بسيطة وتعامل معها في أرض الملعب واستكمل كريم فؤاد للمباراة ثم كريم فؤاد نزل المران بالأمس وقدى المران بشكل أكثر من رائع طبعاً ده من خلال الدكتور أحمد أبو عبلا تطميننا على كريم فؤاد اللي كان أقرب اللعبة اللي حصل بس يعني كدمة ما بينه وما بين محمد عبد المنصف برضو نطميننا من خلال الدكتور أحمد أبو عبلا أن إن شاء الله عقب العودة من الأسكندرية أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا هينضموا للتدريبات الآلي الجماعية أكرم توفيق قريباً قريباً جداً في المستطيل الأخضر في الملعب إن شاء الله يعني بعد اكتمال الأمور ونزل التدريبات الجماعية بشكل كامل طهر محمد طاير نهواندي خلال الأسبوعين يكون موجود أيضاً في التدريبات الجماعية حسين الشحات العاد أول أمس بعد أجراء الجراحة في إجراحة الغدروف وهيبدأ خلاص البرنامج التأهيلي هنا الحالة البدنية الحالة الفنية التركيزي اللي موجود عند اللعابين النهاردة عايزين يقدموا مباراة كبيرة أمام فريق المصري خلينا أقولك أن الاتحاد المصري قرر إسناد المباراة لطاقم تحكيم قيادة الكابتن محمود البنة هيعونه سمير جمال وسامي هلهل أتنين على تقنية الفار طارق مجدي وأحمد صلاح والحاكم الرابع أحمد مجدي نتمنى التوفيق أنهواندي من المدر ألي في هذه المباراة أنا موجود معك أنهواندي طبعاً في استفسارات أو أي تساؤل بالنسبة لك أو بالنسبة الكريم أو للكابتن إياب لا يعني تغطية أكثر من رائعك العادة منك يا فاروق وإحنا أكيد قناة الأهلي يعني مكملة معاك التغطية لحظة بلحظة على مدار اليوم لغاية معاية المباراة بإذن الله وكمان بعد المباراة ونبارك لبعض كلنا بإذن الله يعني وبداية إن شاء الله ده مباشرة وأنا متفاعلة كابتن إيهاب ولما بتفاعل بيحصل والله رب لا يصلح الحال بنا مش عايزين أكثر من كتلك أحلى حتى دلوقتي يعني النادي ده اللي كبير طبعاً وبرضو عايزة أفمع حضريك عند التفصيلة بتاعت اللي حصل مؤخراً وفكرة قرارات كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بالدفع بالناشئين اللي هيكملوا معانا ما تبقى من مباريات الموسم ده من الدوري العام وتوظيف طبعاً سوارش ليهم وبعض أصوات ابتدت تعلو في الفترة الأخيرة وتقول لك ما معناه طب إحنا يعني نكلف ليه ونصف ليه ونعمل صفقات خارجية مكلفة ليه لما إحنا عندنا ولاد زي الفل ما نستعيد بولادنا اللي متربيين جوه النادي الأهلي واللي اتودكوا على مبادئ النادي الأهلي إنجاز التعبير بوسك كريم أنا طبعاً أنت عارف أن أنا متربي في النادي الأهلي ما أنا عنده عشاصة طبعاً بل عفما يتسكورة إلى الدرجة الأولى وده كان العرف الموجود والسايد بالنسبة لنادي الأهلي إن بياخد أبناء وليه؟ لأن ابن النادي الأهلي متعود على البطولات مش متعود أن هو يخسر أي حاجة أنا طول عمري في الناشئين عمري مخسرت بطولة وأنا لعب أو حتى وأنا مدرب فطبعاً أنا متعود على كده يعني أنت حدق مرة سألتيني إزاي تلعب قدام مئة ألف متفارن أنا أنت مسألتيني أنا السؤال قلت لحضرتك أن ده عادي بالنسبة لأن أنا أنا شايف الموضوع ده من وانا صغير يعني أنا مبهبش الموضوع أنا مش هاي بالجماهير لأن أنا متعود من وانا صغير كنت أشوف يعني أما زمان أوي ما كنا بنلعب في النادي الأهلي في الدرجة الأولى كان أقل أقل جمهور يجي النادي الأهلي حوالي خمس تلاف متفارج في المباراة عادية غير بقى ما تلعب بقى مباراة نهائية مع أدد الزمالك أو أفروكيا بيجي لك مسأل حوالي تلاتين أربعين ألف متفارج فأنا متعود على الموضوع ده لعيبة النادي الأهلي متعودة على الموضوع ده فأنا شايف أن الخطوة اللي اتخذت بالنسبة لكابت محمود الخطيب أنه يلعب بالناشئين أو بالشباب الصغير اللي عاوز ياخد فرصة ده شيء رائع جدا وشيء جميل لأن ده اللي حيفرز يشوف لك مين اللعيب اللي يقدر يكمل في النادي الأهلي واللعيب اللي ما يقدرش يكمل وده أنا شايف أنها حاجة كويسة أني أنا شفت المباراة بت نادي الاتحاد أولاد زي الفل زي الفل يعني أولاد يعني تقدر تحتمد عليهم في المستقبل واللي يقدر يكمل حيكمل لأن دوت شيء جميل وإحنا أخدنا الفرصة كده يعني ما جينا نلعب في الدرجة الأولى أخدوا برضو قرار في النادي الأهلي أن نلعب مباراة الزمالك كاس مصر نهائي كاس مصر بالناشئين وإحنا أنا كنت موجود معهم في الوقت دوت ولعبنا المباراة بس أنا ما لعبتش أني كابتش برها هو اللي اللي لعب وأنا كنت معاه في الاحتياطي إنما هي دي الفرصة اللي حت أخدها الناشئين وأنت بدل ما تدفع فلوس كتير جدا بالشراء أو كده طبعا لازم لازم برضو في ناس لازم تيجي أنت ممكن تدعم أو تطعم بشيء من الصفقات الخارجية بالأصل والأساس من الحين عندنا ده أساس والإعارة اللي عندك في إعارة برضو لو رجوا هيفيدوا كتير طبعا لأن بدل ما تصرف فلوس كتير جدا أنت عندك أولاد كنز عندك ممكن تاخده يلعب عندك من غير مش هكلفك حاجة والباقي اللي مش هقدر يكمل يروح إعارات برضو حيستفاد ونادي أهلها يستفاد ده شيء جميل ومنما التدعيم مطلوب جدا لأنك أنت بتلعب في بطولات كبيرة ولازم برضو عندك أولاد برضو اللي اللي بتجيبهم من بره لازم يكون عندهم خبرة كبيرة طبعا مع الأولاد اللي هم صغرين ياخدوا معهم خبرة وأنا شفت فاروق صلاح وبتكلم بيقولك أن اللعبة الصغيرة اندمجت بسرعة جدا مع اللعبة الكبار وده الشيء الموجود في النادي الأهلي المبادئ الموجودة في النادي الأهلي من زمان اللي حتربينا عليها أنك أنت بتطلع في الدرجة الأولى ما تحش أن أنت غريب كل اللعبة الكبار بيدعمك وبيلعبك وبيخليك واقف على أرض صلبة فعلا بس يا كابتن إيهاب يعني هو طريبا الفقرة خلاص بتخلص بس خلينا نقول حاجة مهم هيفضل مصنع الناشئين عندنا يعني مكان بيخرج أسماء عظيمة بتالما بعد كده السؤال بيتكلم عن عماد المتعب أنا هدي أمثلة يعني محمد الشناوي شريف إكرامي حسام عشور يعني أسماء كتيرة جدا حسام غالي حسام حسن في أسماء كثيرة جدا فهيفضل ده المكان اللي بيطلع النجوم ويمكن النجوم دي هي اللي لمعة قوي حتى عن أي محترف جيه عندنا من بره فيعني ما فيش شك أبدا في كده كل التوفيق إن شاء الله للي جاي وإحنا شايفين أولى البصمات أهو أو النتاج على الأرض حاجة مشرفة جدا نتمنى خير بإذن الله ونتمنى خير كمان لمنتخب الشباب حاجة مباشرة خلصة أربع سنين وحيبقوا معنا إن شاء الله لو حيك عايز توجه أي حاجة أخيرة لجمهير هنا لنادي الأهلي طبعا يعني جمهير نادي الأهلي طبعا معروفة أن هي بتحب النادي الأهلي جدا بتحب لعيبتها جدا أنا عايز بس يسندوا لولاد الصغيرين بشكل كبير لأن طبعا ده جمهور النادي الأهلي هو ده اللي بيحب النادي الأهلي فكل شيء للنادي الأهلي هم بيعملوه فأنا شايف أن هم يدعموا لولاد الصغيرين يوقفوهم على حيلهم وطبعاً ده مش بعيد عن جمهور النادي الأهلي ده حاصل بالفعل من بعد ماتش الاتحاد على فكرة نحن نقول في جزء الأولاني من حلقة النهاردة أننا بقلنا يومين ثلاثة الدنيا مقلوبة على لعيبة بعينها من النمازج الشابة الوعيدة الرائعة اللي شفنا لها أداء ممتاز في ماتش الاتحاد واللي بنتمنى أن يكرر في ماتش النهاردة إن شاء الله هيتكرر ومستقبل كبير للنادي الأهلي والشباب بتوعه نتمنى التوفيق لمجلس إدارة ولعيبة وعايزين ما ننساش حاجة والمدربين برضو يعني لازم ندي كردت والفضل ليه المدربين في السواء من الناشئين أو في الأشبال في منتخب الشباب برضو معلش إحنا ما نقدرش نغفل درك وكبتر بيها يعني أنتو الأساس بقى أنتو اللي بتعلمه وأنتو اللي بتربه وأنتو اللي بتده خبرة فيعني برضو تحيق كبيرة يعني مش حينفع نعدي وموجودك يا كابتر إحنا متطمنين على حراس باربا المستقبل إن شاء الله الدنيا ستبقى زي نور دنا ومشكرك على وجودك معنا جديد طيب هنروح فاصل ونرجع بس هنرجع هترجعوا حضراتكم مع الكريم عشان فقرة الخاصة مع دكتور دينا وبستعودوا ملف جديد من الملفات الخاصة بملف السحل أعتقد برضو هيهم حضراتكم فاصل نرجع نكمل أهلا بكم مرة ثانية عودة لعشرة صفحة في الأهلي وتاني وآخر فقراتنا الحوارية الحقيقة فيه ناس كتير بتعاني من السمنة المفرطة البعض منهم بيلجأ للضايت إنه يعمل ريجيم سواء بينجح فيه أو ما بينجحش قوي لكن في بعض الأحيان بنلاقي إن فيه ناس مضطرة ومقدمهاش غير إن هي تجري عملية جراحية للسمنة تدخل جراحي الحقيقة الناس دي بيكونوا في أمس الحاجة لوجود كميات كافية ووافية من الفيتامينت في جسمهم خصوصا بعد إجراء هذه العمليات ده الموضوع اللي يمكن هنخص جزء من الحلقة كده أو من الفقرة دي في الكلام عنه لكن بشكل عام احنا هنتكلم في الفقرة دي عن الفيتامينات وأهميتها بالنسبة للجسم ده اللي هنتكلم فيه مع الدكتورة دين أبو سعود اللي بتنورنا دايما في عشر صفحة الأهلي صباح الفوليات صباح الخير أهلا بيك زكي كريم كله تمام عامل إيه حمد لله ماشي الحال كله تمام زي الموضوع مهم وموضوع حلو وحيفيد لناس كتير إن شاء الله أكيد لهم نتكلم فيه ده فكرة الفيتامينز لأن يمكن البعض مننا مش واخد باله من أهميتها مش واخد باله من إن هو المفروض لو مش بيحصل عليها بكميات كافية من خلال الغذاء الصحي إنه يلجأ لمكملات إلى آخره فتعلينا نبتدي بأهمية الفيتامينز للجسم عموما وبصفة خاصة للناس اللي لسه خرجة من جراحة سمن الفيتامينات والمعادن مهمين جدا لصحة الإنسان ولصحة البني آدم سواء من السيدات أو من الرجال من أهمية أو أهمية الفيتامينات والمعادن للصحة العامة والصحة الجسدية والصحة النفسية لو أنا بأكل أكل صحي بقول خلاص مش لازم ناخد فيتامينز مدام إحنا متأكدين إن كمية الفيتامينز اللي بناخدها كويسة لكن صعب جدا إن أنا أقدر أعمل مونيتر لكمية الفيتامينز اللي بناخدها من الأكل لأن معظم الفيتامينات الجسم لا ينتجها فمن أهم الحاجات اللي بيعملها الفيتامينات للجسم أولا بيديني طاقة كويسة قوي وإحنا كلنا عايزين طاقة في اليوم كلنا بنشتغل وسواء ستات أو رجالة أو الستات اللي ما بتشتغلش عندها مهام في البيت كتير عندها ولادها توديهم جمعة توديهم مدارس توديهم جيم تمارين بالزبط أول حاجة دعم الطاقة تاني حاجة دعم المناعة مهمة قوي أن أنا أعرف أدعم منعتي لأي فيروس بيهاجمني أو أي بكتيريا أو حتى الفتريات في أحيانا بتبقى فتريات لو منعتي قليلة بتتمكن مني لأن جسمي علي فتريات لكن لو منعتي قليلة الفتريات اللي مش كويسة تقدر تتمكن مني ومن أهم الحاجات لصحة الشعر والبشرة جمال الست شعرها وبشرتها فيتامينات ومعادن رقم واحد الفتامينات والمعادن مهمة كمان لعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون ده مهم جدا والدعم الصحة النفسية والمزاج العام يعني أنا لو صحي عندي نشاط هيبقى نفسيتي كويسة لو صحي بفتر وعايزة نام تاني هتبقى مشكلة فعلى طول بقول مهم جدا جدا فيتامينات ومعادن إن أنا أكتسبها يوميا سواء من الأكل الصحي أو من المكملات الغذائية المصرحة من سواء وزارة الصحة أو هيئة سلامة الغذائية تمام حلو طيب بالنسبة بقى للي لسه خارج طازة من إحدى عمليات الجراحات السمية سواء بقى تكميم تحويل مصار بالنسبة حاجات كثيرة طبعا هل دول فعلا بيكونوا محتاجين للفيتامينات أكتر من الشخص العادي آه طبعا ده أوتوماتيك الدكتور المعالج بيكتب على طول فيتامينات ومعادن أوتوماتيك لأن أنا لما باجي بلجأ لعمليات سمنة لو بلجأ لتصغير المعدة فحجم المعدة بيبقى ربع الحجم اللي كان موجود فكمية الأكل اللي بتبقى قليلة جدا فصعب إن أنا أعرف أخذ من الأكل القليل ده فيتامين سي فيتامين بي كومبليكس كالسيا كالسيا مهمة جدا لصحة العظم والانقباض عضلات العضلات وبالأخص عضلة القلب صعب قوي إن أنا أعرف أخذ انتيك مثلا من فيتامين المهم كأنتي أكسيدنت من الزنك المهم لكل العاملات الحيوية من الكوبالمين اللي بيدعملي الدم وقرات الدم الحمرة فلازم أخذ مكمل غذائي أو مالتي فيتامين آمن أمشي عليه على طول لو مثلا بعد العملية ما بقدرش أبلع ممكن لو هتكلم على قالبا مالتي فيت ممكن أطحنه ودوابه واشربه أول أسبوع من العملية وبعد كده أو أول أسبوعين زي ما الدكتور يقول إنت هيقدر يبلع وفي كل الفيتامينز المطلوبة للشخص ده بصفة خاصة اللي لسه طالع من العملية طبعا فيه من أهم الفيتامينات اللي داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي هيتعامله المناعة جدا جدا هيتعامله امتصاص الحديد عشان ما يجلوش أناميا عندي داخل ألبا مالتي فيت طبعا احنا شايفين صورة ألبا مالتي فيت على الشاشة لأن مهم أو يقول أن ملناش بديل لهذا المنتج احنا موجودين في الصيدليات أو عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة بنوصل لحد باب البيت عندي 13 فيتامين مهم جدا للناس اللي بتعمل جراحات سمنة من فيتامين سي الكوبالامين مهم الفوليك أسد موجود كل عائلة فيتامين به موجودة داخل أي أل بي مالتي فيت ودي حاجة ميزة عندنا أن صعب نكتلائي مالتي فيتامين يحتوي على كل عائلة فيتامين به بلس الكالسيوم وبلس الفوليك أسد تمام جميل أنا بقى عايزة أستغذلك أن أنا أدخل في وسط أسئلتي أسئلة المشاهدين لأن أنا عندي عدد حوالي 6-7 أسئلة فعشان الوقت ما يسرقناش من غير ما نقول أسئلة الناس فيه سؤال من سندس رجب بتقول رائحة العرق النفاذة برغم استخدام موزيلات العرق ممكن يكون سببها نقص الفيتامين ممكن يكون سببها نقص الفيتامين زي فيتامين بي ممكن يبقى من أحد لسرعة الأيد وهو بيدعمني التمثيل الغذائي فتقدر تستخدم أهم حاجة أن أنا مكترش عن أرس واحد في اليوم عشان حد يقول لي طب أنا محتاج أكتر من أرس ده وقتها لو مثلا حد كبير شوية في السن وعمل تحليل فيتامينات وقتها ولقى الديستركشن رهيب يسأل الدكتور بتاعه الدكتور المعالج لو محتاج أكتر من أرس الناس السلام بياخدوا أرس واحد بالضبط صباحا لماذا بقى؟ ما بحبوش قبل النوم لأنه بيدعم لي الطاقة جدا بعد الفطار أهم حاجة على كباية مية كبيرة مش بقى مية لأن داخل قلب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه قابلة للذوبان في الماء عشان تبقى امتصاصه أحسن ويخش مجرى الدم بسرعة فلازم أخذوا على كباية مية كبيرة أو بعد الغدار الرياضيين ممكن ياخدوه قبل التمرين بتاعهم بساعة عشان يقدر يدعم لهم الطاقة ويعرفوا يعودوا فترة أطول في التمرين بتاعهم زي الفورت جميل طيب نرمين عدوي بتقول مفروض البنت تبتدي تهتم بفكرة الفيتامينز وأخذ المكملات الغذائية ابتداء من سن كم؟ ابتداء من سن 18 سنة 20 سنة لازم أولا بعد سن لو هي بتاكل أكل صحي انت عارف احنا المشكلة دلوقتي كمان البنات اللي في المدارس بينزلوا أو في الجامعات مشتوه للوقت بيأكلوا في البيت اللي عندها درس اللي بتوين درس ودرس مثلا أو عندها نادي أو عندها حاجة فبتلاقيها في النادي بتاكل الأكل اللي مش صحي فلما بتيجي تروح بتبقى شبعت ما بتقدرش تاخد الفيتامينز المطلوبة فأنا ممكن أقول لا من قبل 18 سنة من 15 سنة من 14 سنة هو مصرح من أول سنة 13 سنة أوكي آمن للأعمار وسيدات الحوامل آمن لها جدا وبدعم البمالتيفيت جدا لكن لازم تستشير الطبيب لأنه ممكن الحامل بتحتاج تراكيز أعلى البمالتيفيت التراكز بتاعته أ empty الحامل بتحتاج تراكيز أعلى ممكن في الكالسيا فوقتها تقدر تستشير الطبيب لو تاخد البمالتيفيت وادعم سوبليمت في كالسيا فقط ثمام طيب فيه سؤال ثالت من منال عوض بتقول مؤخراً إيدي بدأت تتريعش وبقيت حاسة أني مش قادرة أتحكم فيها. فكنت عايزة أعرف أعمل إيه وهل ممكن أخذ ألف مالتي فيتو. من أهم الفيتامينات لدعم الأعصاب فيتامين بي. فتقدر تستخدم فيتامين بي بكل أو ألف مالتي فيتو اللي بيحتوي على كل العائلة بكل أمان. ما فيش أي مشكلة حتى مريض السكر يقدر يستخدم ألف مالتي فيت لأن مريض السكر طول وقت الدكتور يكتب له على طول على فيتامين بيه مهم جداً. فالفيتامين المسؤول عن دعم الأعصاب وغذاء الأعصاب هو فيتامين بيه والعائلة كلها. مش مثلاً الكوبالامين بس أو الريبوفلافين بس أو ثايمين بس لأ كل عائلة فيتامين بيه. إزاي نقدر نحصل على ألف مالتي فيت طبعاً لازم أطمن كل الناس أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء وده يدي أمان كويس قوي. وأنه موجود في سلسلة سيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر. ونقدر كمان لو عايزين مش قادرين ننزل نطلبه عن طريق الأرقام. اللي ظهر على الشاشة. وبقول للسيدة السيدلة إن إحنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة لأي سيدالي أو دكتور سيدالي عايز يوفره في السيدلية بتاعته. طبعاً هي دي صفحة أو الصورة اللي فيها الكود بتاع الشركة المتحدة للسيدلة كود ألب مالتي فيت اللي عايز يوفره في السيدلية بتاعته. جميل. طيب السؤال اللي بعد كده من أستاذ شكري السيد. بس إحنا يعني هذك جاوبتي عليه بشكل ضمني. هو بيقول لك والدي والدتي هتعمل عملية تكميم عشان وزنها كبير. والدكتور قال لها إن بعد العملية هتحتاج تاخد فيتامينات. فهل مناسب لها إنها هتاخد ألب مالتي فيت ولا لأ؟ علماً بأنها مش بتعاني من أي أمراض مزمنة أخرى. مناسب لها جداً وآمن لها جداً. هتاخد قرص واحد في اليوم. زي ما نقولت بعد الفطار أو بعد الغداء. ما فيش أي مشكلة. ألب مالتي فيت دخلوا 13 فيتامين وعنصر. هيدعم لها الطاقة. هيدعم لها المناعة. هيدعم لها صحة عزامها. هيدعم جداً لهذه السيدة الشعر. لأن وقتها الشعر بيقع. يعني الشعر شوية بيتساقط. نتيجة نقص البيوتين. ألب مالتي فيت دخلوا بيوتين. نتيجة نقص فيتامين سي. نتيجة نقص حاجات كتيرة. فنقدر ندعم بألب مالتي فيت. وقتها هتلاقي تحصن كويس أولا. كميل. طيب. سلمة مهران بتقول أنا من شرم الشيخ. وكنت عايزة أعرف ممكن نلاقي فين ألب مالتي فيت عندنا في شرم الشيخ. في شرم الشيخ. احنا موجودين في سلسلة السيدلات كبيرة. وما فيش مشكلة كمان. لو ما لقيتوش في السيدلات لجنبك. تقدري تتكلمي عن طريق الأرقام اللي ظهر. عشانش بنوصل لحد شرم الشيخ. ودلوقتي طبعا كمان بنوصل لحد كل كرة السحل الشمال. جميل. عزيب. طيب. فاتن عالي بتقول كنت عايزة أعرف هالجرمات ألب مالتي فيت. ممكن تختلف لو الشخص مريض بالضغط. يعني عنده ضغط. مشكلة مع الضغط. مع الضغط لا هي ما بتختلفش إطلاقا. ألب مالتي فيت بورده مريض الضغط. وبرضو برجع أقول يا استشير الطبيب. ما فيش أي مشكلة يعني أن احنا نقدر نستشير الطبيب. لكن هو كمان الحلو اللي فيه أنه بيدعم سنة نسبة الكوليسترول في الدم. ألفا مالتي فيت. فهو هياخد قرص واحد بس في اليوم. جميل. طيب. عالي عالي بيقول كنت عايزة أسأل أن أنا لما باجي أوم من مكاني سواء كنت قاعد أو كنت نايم. الدنيا بتسود في وشي لسواني. تمام. وكان عايزة يعرف هل ده سببه نقص فيتامينز ولا ممكن يكون عنده مرض ما يستدعي أنه يروح يكشف. ممكن يا كريم ده وممكن ده. يعني لازم وقتها يتطمن على نسبة الحديد في الدم. يعمل سورة دم كاملة ويتطمن على نسبة الحديد. ويتطمن على إنزيمات الكبد والكلة. ووقتها لو ما فيش أي مشكلة أو مرض يستدعي الدوخة. ممكن وقتها نقول أن نقص الفيتامينز بتعمل دوخة وبتعمل ديء تنفس وبتعمل ضربة قلب على فكرة. فلازم كل الناس يبعندها الوعي الشديد أن الفيتامينات مش حاجة ترفيهية إطلاقا. دي حاجة إجبارية. وعلى الشاشة بيوضح لنا دلوقتي كل الفيتامينات والمعادن داخل قرص واحد من ألبا مالتي فيت. داخل قرص واحد. عندي فيتامين سي بنسبة 500 ميلي جرام. عندي أعلى تركيز في الزنك. فدي حاجة حلوة قوة لأن الزنك مهم لحاجات كتير جدا. مهم للمناعة. مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم. مهم لصحة شعري وصحة بشرتي كمان. ألبا مالتي فيت فيه كالسيوم. ممكن حد يقول لي مثلا. طيب أنا هو فيه كالسيوم. هاخده قد إيه. عشان أوقفه لأن الناس بتخاف من نسبة الكالسيوم تعليف الدم. بطم من الناس كلها أن نسبة الكالسيوم عندي فقط 70 ميلي جرام. البالغ محتاج ألف. والحامل محتاجه ألف ومتين. فلا يمكن يحصل ترسيب الكالسيوم من ألف مالتي فيت. عشان كده بقول ما باخدوش شهرين ووقف. لا أنا ممكن أخذ القرس كلايف ستايل. لأن التركيزات بتاعته أفريج. مش هيحصل أن التركيزات تعلي من أي فيتامين موجود في ألف مالتي فيت. قلتي من شوية من ضمن العناصر القوة واللي بتميز المنتج ده تحديدا بالمقارنة بغيره. هو وجود العائلة الكاملة الفيتامين بي. طيب إيه تاني بيميز ألف مانتي بيت عن غيره؟ الأقوى كمضادة أكسادة. مهمة قوي أن أنا طول الوقت أخذ أنتي أكسدنت. لأن أنا جسمي بيتعرض للالتهابات أوتوماتيك. من حاجات إحنا بنعملها مش صحية. الأكسادة دي هي إيه عشان برضو الناس اللي مش فهمها أبعدها؟ انطلاق حاجة اسمها الفري راديكيلز أو الخلايا الحرة. سواء البشرة بتتأكسد الشعر بتأكسد الجسم بتأكسد. ونتيجة الأكسادة بتعليل الالتهابات جدا. يعني لو هتكلم من. يعني الأكسادة دي بتكون حاجة في الدم؟ في الخلايا. أكسادة الخلايا بالضبط. فلو الأكسادة عالية. حتى العلماء اكتشفوا أن فيه علاقة بين ظهور الكانسر والأكسادة عالية في الجسم. لأن الأكسادة بتعمل ميوتاشن في الدين إيه بتاع الخلايا. بتعمل تلف في الدين إيه بتاع الخلايا. فبيجي ألب مالتي بيت. الفيتامين إي والفيتامين سي هم اللي بيعملوا كضد أكسادة. وعندنا حاجات كتير قوي بتأكسد. السكريات العمالة على بطالة المناكلة بتأكسد الجسم. الزيوت النباتية أو الزيوت الغير صحية. القلي في كذا مرة الفرايز والبنيهات أو whatever. بتعمل أكسادة وبتعمل ألتهابات. الكثرة في التدخين بيعمل أكسادة وبيعمل إلتهابات. لو أنا تعرضت للشمس من غير ما ياخد ألب مالتي بيت. وحط واقع الشمس بتاعي. وش هيتعرض الأكسادة؟ فعندنا حاجات كتيرة أوتوماتيك جسمي بتأكسد منها. فلازم طول الوقت أخذ أنتي أكسدن. وده اللي بيميز ألب مالتي بيت. لأن أكتر اتنين فيتامين بيشتغلوا كأنتي أكسدن. فيتامين إي رقم واحد وفيتامين سي رقم اتنين. يبقى ده اللي بيميز أولاً الأقوى كمضاد أكسادة. مناعة قوية جداً لأنه بيحتوي على مزيك من الزينك وفيتامين سي. تاني حاجة. تالت حاجة بيدعم جداً التمثيل الغذائي. لأنه بيحتوي على عائلة فيتامين بي. هو ده اللي بيميز. إي أل بي مالتي بيت عن أي مالتي بيت من آخر موجود في الماركت. بتالي ثقافتنا في فكرة التعامل مع المكملات الغذائية والمالتي بيتامين. بتالي اتغيرت شوية في الفترة الأخيرة بقى فيه وعي نسبياً بالمقارنة بزمان. أكيد أنت لمسها الحكاية. جداً دلوقتي بقى الوعي أشد بكتير لأن زمان ما كناش بنجري قوي على الفيتامينات. دلوقتي كل الناس بيلا استثناء فعلاً بتخش الصيدليات عايزة مالتي فيتامينز. عايزة مالتي فيتامينز وبتعد تحتار بقى. هل ده حصل عشان اللي حاصل دلوقتي مع الفيروسات والكورونات والحاجات؟ أكيد أكيد طبعاً إن الفيروسات والحاجات اللي حصلت ده اللي خلنا نفكر إزاي نقدر نعلي مناعتنا. فيمكن بيبقى من أحد الأسباب إننا نركز في الفيتامينات هي قصة زيالة. طيب برضو قلت قلت من شوية إن في حالات معينة وبعد الرجوع للطبيب ممكن إن الشخص يأخذ أكتر من قرص واحد من ألت مالتي فيت. مش كده برضو؟ ده لو الدكتور بقى أصرح بده. يعني دي ظروف استثنائية. لا دي ظروف استثنائية. طيب هل الرياضيين يعتبروا استثناء إن هم معدل الحرق اللي بيروحوا. وبالذات اللي بلعبوا يعني رياضات عنين فيه. إلى كمال أجسام ولاكمة رفع أسقال إلى آخره. هل الفئة دي تحديدا من الرياضيين بيحتاجوا معاملة خاصة فيما يتعلق بالمالتي فيتامين؟ بيحتاجوا معاملة خاصة فيما يتعلق بالمية. مية؟ رقم واحد. يعني لو إحنا. ليه إشمعنا؟ عشان هم بيعرقوا كتير. عشان ما يحصلش جفاف. المية أساس كل حاجة حية. إحنا المفروض إن إحنا ناخد متوسط 3 لتر مية في اليوم. هم بيحتاجوا أكتر لأن المية بتطلع يا إما عن طريق البول يا إما عن طريق البرازي يا إما عن طريق التعرق. فمحتاجين مية أكتر. دي حاجة. ومحتاجين بروتين أكتر من الناس العادية. المالتي فيتامينز مهمة لهم جدا. هياخدوا قرس واحد من قلب مالتي فيت مش بيحتاجين أكتر من كده. لكن لازم ياخدوا بروتين عالي قوي. عشان القتلة العضلية عندهم تبقى أكتر. والبروتين حلو وصحي جدا. ولازم يشربوا مية أكتر من الناس العادية. فيه بروتين نقدر نقول عليه أنه هو يعني إنجازة التسمية أو إنجازة تعبير الجندي المجهول. يعني هل فيه بروتين. مش بروتين عفواً بيتامين معين. هل فيه بيتامين معين نقدر نقول إنه هو اللي ليه اليد العليا في تضبيط الجسم. أو تدعيم الجسم. من أهم الفيتامينات فيتامين بي. من أهم الفيتامينات. ما يعني دايماً بتتكلمي عن ذلك؟ فيتامين بي هو الحياة. أنا من غير طاقة ومن غير عملية يعني من غير عملية تمثيل غذائي أنا موت. يعني التمثيل الغذائي والموتابوليزم بتاع الجسم مش بس عشان الطاقات اللي احنا عارفينها. اللي هي نتحرك نروح نيجي. وأنا قاعدة معاك باتكلم ده سعرات حرارية. وأنا قاعدة معاك بتنفس ده سعرات حرارية. فلازم يبقى عندي تمثيل غذائي. وأنا نايمة مرتاحة في سعرات حرارية لازم تطلع عشان أنا بتنفس. حركة الهرمونات بتاعتنا محتاجة حرق ومحتاجة تمثيل غذائي. عملية الهضم دي عملية معقدة جداً. يعني أن احنا ناكل وأن الأكل يخش المعدة ويحصل الهضم ويحصل تنزل على الأمعاء وامتصاص. وأن الجسم يقدر ياخد المفيد وينزل الغير مفيد. كل الحاجات دي الديتوكسيفيكيشن خروج السموم من الجسم كل دي طاقة. فمن غير تمثيل غذائي ما فيش طاقة. لكن مش بس فيتامين بيه يعني أنا على طول بتكلمك على فيتامين بيه. لكن انت عندك فيتامين دي المهم جداً للمناعة ومهم جداً لحاجات كتير. عندك فيتامين سي مهم للمناعة ومهم لإعادة انتصاص الحديد. فما أقدرش يعني أفضل حاجة عن حاجة بس فيتامين بيه مهمة قوي. ده فعلاً. فيتامين بيه مهمة. طيب الناس اللي نمط حياتها أو طبيعة ظروفها ومواعدها وأماكن شغلها وملابسات وظروف شغلها. مش ميديهم صحة كافية لهم يأكلوا أكل صحي. لا كماً ولا كيفاً. صحي. تمام؟ الناس اللي بالشكل ده اللي هي أكلها غير صحي ومش متوازن. هل لو هم مشوا بانتظام على حاجة زي قالت ملتي فيت. ده ممكن شوية يعمل لهم بالانس لغاية لما يوصلوا لمرحلة الحياة الصحية والأكل الصحي. لغاية ما يوصلوا لمرحلة الصحية والأكل الصحي. مش هفضأ يعني أنا برضو ما ينفعش أقول لأ أكلوا سكر كتير جداً. في اليوم وكله دهون وكله 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 وخدوا أكل ملتي فيت أكيد ما أقدرش أقول للناس كده. نحاول نغير تدريجياً. يعني نحاول نغير لايفستال تدريجياً مع أكل ملتي فيت لكن لا غنى عن الأكل الصحي. طيب هل في شيء معين بيبطل مفعول أو قطع في الإيمان بيقلل من مفعول المكملات الغذائية والملتي فيتوميز؟ ممكن أقول كمية السكريات الكثيرة جداً. يعني أنا بشوف ناس بياخدوا ممكن سكر كتير قوي في اليوم يا كريم وده مش حلو. لأن لو قعدت عليت السكر كتير هعلي الإنسولين كتير جداً. ولما عالي الإنسولين كتير هعلي مقاومة الإنسولين وده مشكلة ده هيوصلني لسكر نوع تاني فلازم إن إحنا برضو يبع عندنا الوعي. مش معنى أنا باخد فيتامين أمش على راحتي. آه طبع طبع. ده مهم. عموماً يعني كالعادة بنستفيد دايماً من خلال وجودك معنا وبشكورك جزيلاً. إن شاء الله تشاهدين على متابعاتكم دينا إن شاء الله تشوفكم على خير إلى اللقاء.